لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومعنى من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة لفضيلة الشيخ سعود الشريب نقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أيضا على مسألة جديدة مما يتعلق بالخطيب وفقه الخطيب وهي محذور أيضا من المحاذير التي ينبغي على الخطيب أن يتجنبها وهي الوقوع في العجب وحب الشهرة نسأل الله العفو والعفية وبواب لها المصنف قال وقوع الخطيب في العجب وحب الشهرة قال قد يبدأ الخطيب مشوار الخطابة بداية متواضعة ربما حقر فيها نفسه ولكن ما إن تقف قدمه على من بل الخطباء النجباء الذين يملكون قلوب الناس قبل أسمعهم إلا وتبقى نفسه عرضة للإنزلاق في مهاوي العجب الذي يحمله على الاعتداد برأيه دون غيره فيقع فريسة للأخطاء ومجانبة الصواب لا سيما في الأمور المعضلة التي تنزل بالمجتمع حينا بعد آخر تنبيه مهم جدا إنه بالفعل كثير مننا لما بدأ حياته الدعوية والخطابة ربما كثير مننا لو سألته يقول لك تا أنا كنت مرعوب جدا وأنا طالع المنبر وكنت خايف جدا أول ما طلعت المنبر بل وبعض الناس ربما يعني ظل زمنا طويلا على هذا الحال خوف ورعبك شديد جدا من يعني المنبر والخطبة والناس ومواجهة الناس ونحو ذلك يعني تجد مثلا أحيانا بعض الناس ممكن يعني يخطب وهو مغمض العيني فتسألوا لماذا تغمض عينيك يعني أقول مش قادر أواجه الناس خايف من الناس فأنا أعيز ذلك مثلا يعني بعض الاخوة كان يقول أنا كنت أصعد المنبر فأظل يعني فترة الخطبة كلها يعني قدماي في حالة تنميل يعني دائم حتى تنتهي الخطبة من الخوف فربما بعد ذلك بعد سنوات ونحو ذلك بأي أوم خطيب مشهور ومعروف عند الناس ونحو ذلك ربما يعني بسبب يعني يعني تمكنه ونحو ذلك يدخل عليه العجب نسأل الله العفو وليس معنى كلامي هذا أن من زالت عنه هذه الأشياء التي كان يعني يعني كانت عنده مصاحبة عنده الخوف تغميد العينين نحو ذلك أنه صار معجبا بنفسه لا أنا لا أقصد ذلك وإنما أقصد أنه الشعور في أول ما نبدأ الخطابة ونبدأ نواجه الناس في الخطب يا ليتهي يظل معنا على الدوام وهو الخوف دايما من مسألة يعني أن يكون مقصرا في حق دينه في حق الناس الذين يسمعونه أنا أذكر يعني منذ سنوات طويلة يعني لم يعني 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 هذا المشهد لا أنسى يعني أنه كان أحد الإخوة يعني أرسله يعني الإخوة اللي هم بينظموا الجذول يعني أرسله إلى مسجد يعني يخطب فقال له هتروح المسجد الفلاني وكذا هتجاهس أنت مجاهس خطبة إيه قال لا فيش مشكلة دا مسجد يعني على أدو كده أو أي كلمتين وخلاص فهذا خطر في الحقيقة شديد جدا لماذا لأن الخطيب إذا لم يكن في الحقيقة يعني يعلم قدر المنبر حتى ولو كان الذين سيجلسون أمامه قلة من الناس فهذا خطر نذير خطر في الحقيقة وإن دا قد يقوم مدخل للعجب والآياذ بالله فلذلك فهذه كلامة حذير تدخل في نفس المعنى والله أعلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الصفة بقوله إذا رأيت شحا مطرعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجابك الذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوان لأن الإنسان يصير عند عجب بنفسه وأراءه وعليه أنه ما يقبلش إن حد يقول له أراء غير أراءه خلاص بقى خطيب مشهور وخطيب كبير ومفوه ونحو ذلك وممكن الناس يفتنوا ويعود يقول له أسامي بقى أسامي يعني يسموه بأسماء بقى يعني اللي بيسموه بقى الناس بأسماء بقى الفارس المنبر ومش عارف إيه والبتاع المنبر وأسماء كتير يبتدي الناس يحصل له نوع من العجب والعجب يجر إلى الهوة نسأل الله العفو والعافية وعليه خلاص يعجب برأيه اللي يتقل إن قيل له رأيا غير رأيه خلاص لما يرفض ذلك ويصر على رأيه ولم كان خطأا لماذا لأنه حصل عجب نسأل الله العفو والعافية قال أبو حاتم البستي أو البستي قال إعجاب المرء بنفسه أحد حصاد عقله يعني كأنه يقصد أنه ذا أحد أسباب فساد عقل هذا الإنسان وزوال عقل هذا الإنسان الإعجاب الإنسان بنفسه ونقل ابن عبد البر عن أحد السلف قوله الإعجاب آفة الأحباب ونقل عن آخر قوله من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل من أعجب برأيه ضل خلاص بقى هو قوله مقدم لا يقبل أن أحد يعد العليف شيء يقول وَلَوْ تَرَكَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ مَجَالًا في اتباع الهوى والإعجاب بنفسه لأفسد في الناس ولو وجد لإفساده أتباعا من جنسه وأشياعا قل أو كثر نسأل الله العفو والعافية واللي يزيد الفتنة أكثر إنه ممكن هو يجد له أتباع هو أصبح عنده بقى خطيب مشهور جدا ونحو ذلك وصار عنده عجب وصار عنده والعياذ بالله يعني تقديم رأيه حتى لو كان مخالفا وممكن يقول له أتباع يزيدونه فتنة عنده أتباع كل ما يقولوا يقبلونه ونحو ذلك وقد أشار ابن قتيبة إلى مثل هذا بقوله والناس أسراب والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو يدعي الربوبية لواجدوا على ذلك أتباعا وشيعا وإلا الدجال لما يظهرها يلاقي ناس تتبعوا وكل صاحب باطل سبحان الله في كل زمان يجد له أتباع سبحان الله هذا موجود في الخلق ولذلك تزيد فتنة الخطيب الذي أصابه العجب لما يجد ناس عملين يمدحوا فيه ويثنوا عليه وهو مخالف للدليل مخالف للحق ونحو ذلك قال ولقد أحسن علي بن ثابت حين قال المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والغضب قالوا المقولات عن السلف في هذا الباب كثيرة جدا قد يطول بنا حصرها قد يطول بنا حصرها لأننا عدنا نحصي كلام السلف في التحذير من العجب وخصوصا في حق يعني الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والخطباء ونحو ذلك كثير جدا طيب هنا يأتي سؤال وهو ما العلاج يعني إذا الإنسان دخل عليه شيء من ذلك الخطيب دخل عليه شيء من ذلك عجب ونحو ذلك أدى به إلى يعني تقديم رأيه على الحق ونحو ذلك قال غير أن أحسن ما يداوي المعجب بنفسه نفسه هو أن ينظر إلى من فوقهم علما وتواضعا من سلفنا الصالح وعلمائنا الكرام ممن قال الله عنهم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليه يبقى الواحد مننا لو أصابوا شيء من ذلك أو استشعر أنه أصابوا شيء من ذلك شيئا من ذلك العجب ونحو ذلك والشهرة ونحو ذلك هذا الأمر من وسائل علاجه أن ينظر إلى العلماء الأكابر الأفاضل المشهود لهم فيرى فيهم التواضع يرى فيهم الرجوع إلى الحق والدليل وعدم تمسك بالرأي ولو كان مخالفا ونحو ذلك يرى فيهم هذا فينظر إليهم فيتواضع عند ذلك ولذلك لو نزلنا كذا على مثلا يعني للواقع كذا نقول الواحد فينا لو حصل شيء من العجب من ذلك ينظر إلى بعض المشايخ الأفاضل أصحاب التواضع أصحاب الخلق يعني الطيب والعلم العالي وفي ذات الوقت ليس عندهم كل هذا العجب الذي ربما يصاب به بعضنا نحوه يقول ومعلوم أن باب الشهرة باب غامض كما قال سفيان الثوري إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة يعني وخصوصا في هذا الزمن في الحقيقة اللي احنا في الآن ده زمن بقى الوسائل الاتصالات الحديثة والشهرة بقت مسألة يعني من الفتن التي يفتن بها الخلق جميعا نسأل الله العفو والعافية قال الشاعر من شاء عيشا هنيا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه أذبا ولينظرن إلى من دونه ما لا وقد نقل ابن مفلح عن الفضيل أنه قال من أحب أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر سبحان الله اللي بيسعى للشهرة سبحان الله العظيم ما تأتي أبدا وسبحان الله الذي لا يسعى لذلك سبحان الله الله عز وجل يجعل له القبول في الناس والناس يعني يحبونه ويعرف في الناس لماذا؟ لأنه لم يسعى إلى ذلك والتجارب والله يا أخوانا نسأل الله سبحانه وتعالى يعفيا ويعافيكم التجارب في حياتنا كتير جدا نجد هذا المثال أنه نجد كتير منه عندما يسعى للشهرة سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر له أي أسباب أبدا لهذه الشهرة وكثير من الناس سبحان الله رأيناه لا ينظر إلى ذلك ولا يلتفت إلى ذلك الله عز وجل يجعل له الذكر في الناس يزيد ويعلو في الناس قدره سبحان الله العظيم قال إسحاق بن بنان قال أحمد سمعته يقول يعني بشرا قال إبراهيم بن أذهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة نسأل الله العفو والعافية وقال المروزي سمعت أبا عبد الله يقول من بلي بالشهرة لم يؤمن أن يفتنوه لم يأمن أن يفتنوه من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه يعني مين اللي هيفتنوه الناس اللي ابتلي بحب الشهرة لم يأمن على نفسي إن الناس يعملوا فيه هيفتنوه نسأل الله العفو والعافية وذكر ابن المبارك عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال لأن أبيت لأن أبيته نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا كلام في الحقيقة رائع جدا قال لي أن أبيت نائما يعني ما أصليش الليل ولا قوم الليل ولا حاجة وأصبح نادما أصبح وأنا حاسس بالتقصير وحاسس بي يعني يعني ما كان ينبغي لي أن أنام وحاسس بالذنب إذا بيقوله كده أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا لذا أنام طول الليل وما صليش الليل ولا حاجة وأصبح الصبح ندمان أن أنا وحاسس بتقصير حالي هذا أفضل من حالي إذا قمت الليلة ثم أصبحت معجبا بذلك هذا والعياذ بالله غير مقبول العمل نسأل الله العفو والعافية يقول وقد خطب منذر بن سعيد البلوطي يوما فأعجبته نفسه فقال حتى متى أعظ الناس ولا أطعظ وأزجر ولا أزدجر أدل على الطريقة المستدلين وأبقى مقيما مع الحائرين كلا إن هذا لهو البلاء المبين اللهم فرغبني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت تكفلت لي به اللهم فرغبني لما خلقتني له وهو ماذا العبادة والطاعة ولا تشغلني بما تكفلت لي به وهو الأجر الأجر هو يقصد ماذا إن مسألة العجب دي هتقر إنه هل تمث الأجر من 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 الناس ولذلك يبعو الله أن يجعل الأجر منه هو ولا أن ينتظر الأجر من الناس يقول وتحدث الشيخ محمد رشيد رضا موصيا الخطيب بقوله وإياه أن يأخذه الغرور والمكانة وارتفاع الدرجة أو يغلبه الرياء والتطلع للثناء فإن ذلك مرض الواعظ القاضي على سلطانها المانع من تأثيرها بل عليه أن يراقب الله وحده يعني يلتمس الإخلاص دائما في قوله وعمله وخصوصا الخطيب فخلاصة الكلام في هذه المسألة أن من أعظم المحاذير التي يتجنبها الخطيب مسألة العجب طلب الشهرة وطلب الشهرة فهذا من أعظم الأسباب التي لا تجعل لعملك قبولا عند الناس لأن من طلب الشهرة حرمها نسأل الله العفو العفية ولكن هذا لا يشكل أو لا تنافي بينه وبين أن يفعل الإنسان خطيب أو غيره العمل من الخير أو العمل الصالح فيثنى عليه من الناس فيفرح بذلك هذا لا ينافيه أن يفرح بذلك ليس هذا بإذن الله من العجب بمعنى أو بتوضيح ربما أنت كخطيب تتكلم بكلام طيب طائذ الناس بكلام طيب فيثني الناس بعد ذلك عليك به بخير ونحو ذلك أنت لم تسعى له فتفرح أنت بذلك هل هذا الفرح يعد عجبا الجواب لا بإذن الله بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاجر مشر المؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يعمل العمل من العمل الصالح فيثني عليه الناس فيفرح به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عاجر بشر المؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى عارف أن أنت ضعيف وغلبان ويأسان وحاسس أن أنت مقصر يوم يجعل لك حد يصبرك على ذلك يقول لك جزارك الله خيرا والله مشكور أنت نصحتنا بالمسألة الفلانية من غير سعيا منك أنت لذلك فعند ذلك أبشر فهذا من عاجر بشرى الله لك أما أن تسعى أنت لذلك لكلامك كله وخطبتك كلها لأجل أن تخرج بعد ذلك ليقال لك أنت فعلت كذا أنت قلت كذا أنت خطيب جاه ماهر ونحو ذلك هذا الذي هو يعني نحذر منه ويحذر منه وهو مسألة العجب نسأل الله العفو والعفية والسعي للشهرة نسأل الله تعالى أن يعفين وإياكم من العجب وحب الشهرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة